هل لديك المعلومة سيد السنوسي هل هناك معلومات حول على ماذا استندت النيابة العامة الليبية وهي توجه لائحة اتهام لستة عشر مسؤولا؟ تحية لكم طيبة ولكل السادة المشاهدين وعلى زالت ليبيا تعاني من اثار الكالثة الغير مسبوقة التي ضربت مدينة درنة الزاهرة التي هي الحقيقة من المدن المتميزة على مستوى ليبيا في جميع المجالات تقريبا والحقيقة بان اهل الضحايا لا يزالون بقلت اكيد يعتصرهم الم كبير من خلال يعني اما من حصل على جثمان مفقودهم اما الذين الى الان ينتظرون ولكن الحقيقة بان هذه العمق هذا الحزن وهذه الازمة يعني بكل تأكيد يجلب معه اسئلة كثيرة ومن ضمنها طبعا من المسؤول عن الذي حصل طبعا كلنا نعلم بان العاصفة والفيضانات هي قدر من الله لا شك في ذلك ولكن اه كيف اه ما هو دور الحكومات اه ليس دورها في ان تتولى حماية الناس وتقليل الخسائر في حالة وحصول اه كوارث طبيعية من هذا النوع وهذه الاسئلة الحقيقة ترتكز اه اه اسمح لي بالمقاطع هنا سيد السنوسي جملة جملة واحدة يعني بالفعل اه ان الهدف من تكوين الحكومات هي ان تراعي مصلحة المواطنين او ناخبيها يعني حين تكون هذه الحكومة تعلي اينما كانت تعلي مصلحة الناخب على مصلحتها حين تكون هذه الحكومة تعلي مصلحة الوطن حين تكون هذه الحكومة حكومة واحدة لا حكومتين في بلد واحد صحيح نعم صحيح ومنذ منذ اه على قل نتحدث منذ اكتشاف النفط الى الان لم يستفيد الليبيون من ثرواتم النفطية بسبب اه فساد الحكومات المتتابعة حكومة الا من الاخرى والمشكلة في هذا في هذا الصدد طبعا تكمن في عدم وجود نظام محاسبة ووجود الحقيقة ظاهرة الافلات من العقاب وبصراحة تجدر الفساد تقريبا في جميع دوائر اه وادارة الدولة الليبية ولا نريد ان نخوض في الموضوع كله وانما هو الان نتحدث عن محاسبة ربما نيابة العامة الان او مكتب النائب العام لآآ ربما آآ من خلال التحقيقات للبحث عن من هو المسؤول عن آآ انهيار آآ سد مدينة درنة او سدي مدينة آآ درنة طيب آآ الكارثي وهذا طبعا يعني آآ يعني يجرنا الوضع العام في البلاد صحيح صحيح وبذلك آآ في اعتقادي على الاقل ان تحقيقات النيابة بالفعل قد تتوصل الى كثير من الحقائق ولكنها قد لا آآ تتمكن كما عجز القضاء الليبي خلال هذه السنوات الماضية من ملاحقة المجرمين الذين انتهكوا حقوق الانسان او ارتكبوا جرائم حرب في آآ ضد الليبي يعني كله الحقيقة آآ لم تتمكن لم يتمكن القضاء الليبي من محاسبة اي طرف لا من في النظام السابق ولا بعد انهيار النظام السابق او بعد فبراين